وصول عمي رضا إلى بيته بات أمرا شاقا ومرهقا ألمه يتفاقم مع كل خطوة ومعاناته تزداد مع صعود سلالم خمسة طوابق بسبب خروج المسعد الكهربائي للعمارة عن الخدمة رغم حدثته حال أمي محمد لا يختلف كثيرا عن حال عمي رضا فهما يشتركان في السن والإعاقة والمعاناة لدي مشكلة في الدروج لدينا في البطي ما ونطلع أقدر الدروج ساعة ساعة ونطح حتى يدفوتي يشدوني ويجوا يطلعوني ويستعفى وكل ما أطلع يطلع نقعد نستعفى باش نكمل نطلع للدار وعندي سكر عندي الأطنسيون عندي الأبروستا تعالى باكوها كي يجي أقدر لاف الحواج كيمة أقدر يتعب بزاق لدينا حملة خدمات جوسية وها مش شوى فرحنا وما كان والو ما مش شاجعنا التزود بالمياه مشكل آخر يضاف إلى قائمة مطالب سكان حي حوش تريوش بالسبالة بالعاصمة بعدما أصبح هذا الخزان مرتعا للكلاب باشاو عندهم 4 سنين من يدالوها سيوها مشافيها ما فيها كلش لحد الآن راهي مغلوقة وراهي وقر لتربية الكلاب كما شفتو تماما وما لا بناشا علاش راهي حابسه تزود هذا الحي والحي التحتاني ويقعد لما أخونا عندنا المشكلة تعاليزة سانسير تنمية غائلة تنمية غائلة أصبح تنغس يوميات سكان هذا الحي رغم دخوله الخدمة سنة 2018 في انتظار التفاتة من السلطات المحلية لإعادة المياه إلى مجاريها وفكغ بن الساكنة وفكغ بن الساكنة خبص قليل للتربية اشتركوا في القناة